هنا القاهرة عاصمة الخبر مازلنا معكم في هذه التغطية المباشرة عن تجديد نصف لانتخابات الكونجرس الامريكي معنا من فيرجينيا مراسلنا رامي جابر نعود لك مرة أخرى رامي وتحدث حول ما يحدث الآن والتفاصيل لديك وخاصة في سنوديق الاقتراع مرحبا حساني مجددا ودعني أبدأ أولا من الولايات التي أغلقت أبوابها معظم الولايات الآن أغلقت مراكز الاقتراع كل ولايات الساحل الشرقي تقريبا أغلقت مراكز اقتراعها بالإضافة إلى بعض ولايات الغرب الأوسط أيضا دعني أعددها لك سريعا فيرجينيا بنسلفينيا ميرلاند واشنطن العاصمة أيضا أريزونا كولورادو كانسس ميشيغن نبراسكا نيو ميكسيكو نيويورك طبعا على الساحل الشرقي نورث ساوت داكوتا تيكساس ويسكونسن وايومينغ في انتظار ولايات أخرى ستغلق خلال أقل من عشر دقائق مونتانا نيفادا أتاوى وخلال ساعة تقريبا أو أكثر من ساعة بقليل ستغلق كاليفورنيا وآيدهو وأوريغون وواشنطن الولاية ولاية واشنطن وليس مدينة واشنطن هواي ستغلق في الثانية عشرة أتحدث هنا بتوقيتات الساحل الشرقي بالمناسبة وآخرها آخر ولايات إغلاقا لسندوق الاختراع ستكون ألاسكا والتي تقع في أقصى الشمال الغربي للولايات المتحدة هذه هي الولايات المتبقية لم يتبقى الكثير من الولايات ولكن دعني أذهب بك إلى فلوريدا ربما هي الأبرز اليوم في السباق فلوريدا تلونت اكتست باللون الأحمر الجمهوري بعد فوز مارك روبيو عضو مجلس الشيوخ الجمهوري وعضو أيضا لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأمريكي حافظ أو احتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تفوقه المتوقع حقيقة على منافسته الديمقراطية أيضا فيما يخص مجلس النواب من 28 مقعدا سيطر الجمهوريون على 20 مقعدا مقابل 8 للديمقراطيين إذن فلوريدا الآن أصبحت جمهورية وبشكل رسمي وهذا بالطبع نتيجة لميراث طويل من الإهمال من جانب الديمقراطيين حسب ما يقول مراقبون حيث أن الديمقراطيين لم يلقوا بثقالين في هذه الولاية التي يعلمون جيدا أن لديهم الكثير ليقوموا به في هذه الولاية خاصة وأن معظمها من المهاجرين من كوبا ومن أمريكا اللاتينية وهم خامة جيدة للحزب الديمقراطي لكنه لم يستغل هذه الفرصة وترك الساحة فارغة للجمهوريين الذين استغلوها أفضل استغلال وحولوا فلوريدا إلى معاقل جديد أحمر من معاقل الجمهوريين يعني هناك اقتناص الفرص من قبل الجمهوريين في هذه الولاية وده مهم طبعا أن يقوم الناخب بطرق على مشاكل المواطنين وما يحتاجوا صحيح جدا هذا هو ما يفعله السياسي أو ما يتوجب على السياسي أن يفعله أن يقتنص الفرصة أن يستغل أخطاء المنافس وأن يعمل عليها وأن يعمل على تنمية وجوده في الشارع هذا ما فعله الجمهوريون في فلوريدا ولكن هل سيكررون وهي ولاية متأرجحة ولكن هل سيكررونه في بنسلفانيا بنسلفانيا لا يزال الموقف فيها غير واضح حتى الآن المنافسة متقاربة جدا ما بين المتنافسين على مقعد مجلس الشيوخ ولكن سنرى ربما إذا حسموا بنسلفانيا أيضا سيكون لهم نصيب كبير أما في جورجيا فلم يحالفهم الحظ ويبدو التفوق واضحا للمؤشحة الديمقراطية على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا ولكن ليس بفارق كبير لكن عندما ننظر إلى الغرب الأوسط سنجد أن معظم ولايات الغرب الأوسط هي جمهورية الهواء سنجد مثلا في ألباما المرشحة الجمهورية تتفوق بفارق كبير جدا على منافسها الديمقراطي والأمر شبه محسوم لها أيضا كذلك سنجد نفس الشيء في كينتاكي وفي أنديانا وفي معظم ولايات الغرب الأوسط ما زلنا نتابع ولايزال الوقت مبكرا خاصة لتحديد من تكون له الغلبة في مجلس النواب نتحدث عن 435 عضوا وحتى الآن النتائج تقول أن هناك تفوق للجمهوريين في عدد المقاعد ولكننا نتحدث عن ما يزيد قليلا عن المئة مقعد ولايزال هناك أكثر من 300 مقعد لايزال التنافس عليها مستمرا وسنرى خلال الساعات القادمة ما الذي ستخبرنا به نتائج هذه الانتخابات انتخابات التجديد النصفي لكن رامي من واضح أن هناك مقاعد لها إرث عائلي أو إرث مجلس سنوات طويلة لا يمكن المساز به صحيح هو يعني دعنا نقول لك هو إرث حسبي بمعنى أن هناك بعض الولايات هي ولايات جمهورية قولا واحدا هناك ولايات أخرى هي ولايات ديمقراطية قولا واحدا لن يجد فيها أي منافس موطئ قدم يعني دعنا إذا تحدث مثلا عن نيويورك تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية والسيناتر المخضرم سيحتفظ بسهولة تقول المؤشرات أنه سيحتفظ بسهولة بمقعده في مجلس الشيوخ وبفارق كبير أيضا عن منافسه الجمهوري مارك روبيو في فلوريدا الجمهوري استطاع أن يحتفظ بمقعده أيضا بسهولة وبفارق جيد مقعده في مجلس الشيوخ عن منافسته الديمقراطية إذن ستجد أن لكل ولاية سمتا ما ولا هوية ما ولكن السر كله يكمن في الولايات المتأرجحة الولايات المتأرجحة هي التي ستحسم هذا السباق العيون مسلطة الآن على بنتسلفانيا وعلى ما تبقى من فلوريدا وأيضا على جورجيا هناك الكثير التي تخبرنا به هذه الولايات خلال الساعات القادمة من فرز الأصوات لكن بالرغم من أن الهوية واضحة تبدو في بعض الولايات نتيجة الخبرة ووجود المرشحين المخضرمين لكن ألا يمكن مثلا أن تحدث مفاجآت ويتم قلب الطاولة؟ نعم هذا ما حدث بالفعل يعني ما حدث في فلوريدا أن هناك بعض المقاعد في مجلس النواب كانت مضمونة لنواب عينهم ولكن تمكن الجمهوريون من انتزاع مقعد مهم جدا وكان مضمونا للديمقراطيين ولكن تمكن الجمهوريون من انتزاع هذا المقعد وتحويله إلى مقعد جمهوري هذه هي النقاط الفارقة حقيقة هذه هي النقاط التي تجعل الحزب يتقدم أو يتقهقر الحزب الذي يفقد مقعدا مضمونا تكون له خسارة كبيرة أما الحزب الذي يستطيع أن يقلب مقعدا غير مضمون وكان مضمونا للحزب الآخر فهو مكسب كبير جدا وقد يحسم هذا المكسب السباق خلال الساعات المقبلة وقد يكون مقعد هنا ومقعد هناك مقعد في هذه الولاية ومقعد في تلك الولاية يستطيع بهذه الطريقة الحزب أن يجمع مقاعد ربما كانت غير مضمونة ولكنه عمل عليها وفعل ما يلزم كي يحصل على هذه المقاعد ولذا قد يحسم له ذلك الأغلبية سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ نبدأ هل رامي يأتي نتيجة لقوة المرشح الذي يفوز ويقلب الطاولة على المرشح قد يكون هو المهيئ للفوز أو مخاضرم هل تأتي لطبيعة الشخص أم لاقتناع المواطن به أو اقتناع الناخب به في الحقيقة هناك عدة عوامل تؤدي إلى فوز مرشح أولها ربما يكون المزاج العام ربما يكون المزاج العام في الولاية رافضا للإدارة الحالية عادة ما يكون عندما في أوقات الأزمات تحديدا يكون المزاج العام دائما صاخطا على من يجلس في مقاعد السلطة ويكون متعاطفا أكثر مع من يجلس في مقاعد المعارضة لذلك يقول المراقبون أن معظم المقاعد الجمهورية سيكون هناك حالة تعاطف كبيرة مع الجمهوريين والتصويت لهم في هذه الحالة لأن البلاد تعيش بالفعل أزمة كبيرة المواطنون يشعرون بها كل يوم من خلال التدخم ومن خلال ارتفاع الأسعار هذا عامل مهم جدا في حصول مرشح على أصوات الناخبين أيضا هناك أشياء أخرى كثيرة في تفاصيل الحملة الانتخابية مثل التجمعات الانتخابية مثل مخاطبة مشكلات الناس ومخاطبة احتياجاتهم بدلا من محاولة تحويل القضية الرئيسية إلى قضايا أخرى فرعية في محاولة لكسب تعاطف فئة معينة على حساب فئة أخرى إذا كنت تتعامل مع أغلبية الناس سوف تحصل على الأغلبية ولكن إذا كنت فقط تتعامل مع الأقلية بالتأكيد سوف تحصل على الأقلية الموضوع بهذه البساطة ما المتوقع إذن من سيناريوهات في الفترة الأيام القادمة يعني اليوم يعني أعتقد أنه انتهى كده بما قلته رامي من مؤشرات أولية أو قد تبدو أنها نهائية يعني ما المتوقع إذن في الأيام القادمة في الحقيقة من المبكر أن نتحدث عن من يتفوق في مجلس النواب لأن مجلس النواب كما قلت هو مقاعده كثيرة أربعمائة وخمسة وثلاثين مقاعدا نتحدث عن تحديد فقط ما يزيد قليلا على المائة مقعد ولا يزال هناك أكثر من ثلاثمائة مقعد لم تتحدث بعد لمن؟ للجمهوريين أو للديمقراطيين أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتبدو الأمور من المؤشرات الأولية أن الديمقراطيين ماضون في تحقيق مكسب في مجلس الشيوخ وربما يحققون الأغلبية حسب المؤشرات الأولية ولكن أيضا يجب أن نضع بعض المفاجآت في الحسبان الرئيس الأمريكي جو بايدن توقع بالأمس في تصريح له في تغريدة على تويتر قال فيها أن حسم الأغلبية في مجلس الشيوخ للديمقراطيين سيكون سهلا ولكن من الصعب توقع الأغلبية للديمقراطيين في مجلس النواب ويبدو أن توقعات بايدن مبدئيا تتحقق على الأرض حتى الآن ولكن يجب أن ننتظر حتى النهاية حتى تتأكد كل الأرقام وكل البيانات وكل الموشرات ويكون لدينا تشكيلة واضحة لكل الغرفتين في الكونجرس الأمريكي إذن سوف نعود إليك مرسولنا رامي جابري من فيرجينيا في هذه التغطية المستمرة معكم وكما نشاهد أيضا في هذه المشاهد كيف تبدو أبواب الاقتراع وهي تتلقى أصوات الناخبين في هذه الانتخابات المهمة لتصويت أو تجديد النصفي على الكونجرس الأمريكي أشكر رامي على هذا التفصيل الواضح لكل هذه الانتخابات والمؤشرات الأولية أيضا